موسيقى العمل محبة وعلى المحبة نلتقي تحت هذا الشعار أطلقت جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء مشروع حكاية حلم حقيقة اندهشت بالعمل وفريحة جدا انه شفت أطفالنا بهالجرأة الأدبية والمسرح أصعب ما يمكن لكن الأطفال عم بيتعودوا كيف يقابلوا الآخرين وهنا مرتاحين طبعا في فضل جمعية جذور هي اللي عملت بهذا العمل أنا رحبت فيهم بدون ما أعرف شو المواضع لكن هلأ بقلكم أهلا وسهلا لأن دائما تموحي انه مو بس غناء منظم هالنوعيات من الأطفال إذا تعبنا عليه هون هون رح يكونوا مستقبل الوطن بنا ننطلق بشي جديد مشروع جديد اللي هو مشروع حكاية حلم اللي هو يبني على العمل المحبة وعلى المحبة عم نلتقي هو مشروع حكاية حلم هو بالتنصيق صار بين جمعية جزور وهيئة أبناء وبنات الشهداء مع جمعية معدار المكفوفين حبينا نسلط الضوء على المواهب اللي مانا معروفة خليها تبين خليها تطلع يظهر هذا الشيء الحلو ثلاثة أشهر من العمل المتواصل شكلت ملامح الصورة على خشبة المسرح استعرض خلالها الأطفال مواهبهم المختلفة للانتقال إلى المراحل النهائية في التاسع عشر والخامس والعشرين من الشهر الحالي كايد حلم هو لكمل المهم مشرفني أني كون بعمل لجنة تحكيم وأصدقائي لنقيم هالمواهب الحلوة اللي براعة مصغيرة نعطيهم الأمل نشوف موهبتهم نقومها نسددها يعني نعطيهم الرتوشات يعني إن شاء الله بيطلع شيء حلو أكيد أنا واثق هنا مواهب مختلفة علولنا بالغناء والرأس والتمثيل والإلقاء الشعري نحن اليوم بحكاية حلم هذا المشروع اللي صنع على مدار ثلاثة شهور عم نشتغل عليه هو بيتناول فئتين أو شريحتين من المجتمع اللي هنا بنات الشهداء وزوي الإحتياجات الخاصة كان عملنا كمتطوعين هو إبراز مواهبهم والشيء الحلو يلي جواتهم نحن اليوم باللقاء الأول من الحفل النهائي يلي هو بـ 12 وـ 12 وـ 25 حكاية حلم مشروع جهود متضافرة بهدف تنمية نواة المواهب الموجودة عند أهم شريحتين متواجدتين في النسج الوطني الأطفال من أبناء الشهداء وزوي الإحتياجات الخاصة ووتضافرة مواهب المواهب الموجودة وزوي الإحتياجات الخاصة شوق لي أنتك بلوتي ديبر بلبي وياه الإحتياجات خاصة اشتركوا في القناة